سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة وبصلي إن الله يلمس قلوبكم النهاردة بوعي بحضوره وفهم لمحبته حلقة النهاردة هتكون بعنوان سفراء الحرية طبعا لما نسمع العنوان ده يعني إيه سفراء الحرية إيه لما تسمع بس العنوان الجملة سفراء الحرية إيه يقدر لذهنك في الأول إيه اللي بتفكري فيه لما تسمعي عبارة زي كده بالنسبة لي مثلا كلمة سفير واحد بيمثل حد حامل رسالة ولما يكون سفير للحرية تفتكر إن هو مثلا حامل رسالة جميلة عنده رسالة معينة هتعمل تحرير لناس هتساعد ناس تتفكر إنه مثلا سفراء الحرية دول ناس جايين بحلول لمجتمع معين مثلا أو إنهم صورة مضيئة لمجموعة ملائكية تأتي حاملة أخبار سارة مثلا يعني لما الكتاب المقدس بيقول عننا إحنا أبناء الله إننا سفراء للمسيح الرسالة اللي إحنا بنحملها كسفير للمسيح رسالة المحبة تحمل الخلاص تحمل المحبة تحمل حب الله للعالم تحمل رؤية لمستقبل أفضل حياة أفضل لكن الواقع إن هذا الاسم يعبر عن قصة مجموعة مختلفة تماماً وعن رسالة لا تحمل في طياتها مستقبل للحرية ولكن تحمل في طياتها مستقبل لهؤلاء الأطفال اللي بيقولوا عليهم سفراء الحرية تحمل مستقبل عليه علامات استفهام كتيرة وحنعرف ليه خليني أحكي لكم الحكاية من الأول ليه أنا حبيت إن أنا أحكي لكم القصة دي النهار دا الأسابيع اللي فاتت حصل إنه كان فيه فيلم اسمه فيلم أميرة فيلم أميرة دا فيلم إنتاج مشترك بين مصر والإمارات والأردن الفيلم دا اتعرض في مهرجانات متعددة ولكن طلع فجأة كده إنه الأردن طلبت سحب الفيلم دا من الأوسكار الأمريكي لأنه الناس اعتردوا على موضوع الفيلم وقالوا إن دا بيمثل إهانة لمساجين الفلسطينيين واللي بيسموهم هما الأسراء الفلسطينيين في سجون إسرائيل إيه الموضوع؟ المهرجان الفيلم دا اتعرض في مصر اتعرض في مهرجان قارتاج اتعرض في مهرجان فينس اتعرض في مهرجان السينما بتاع القاهرة والجونة الاتنين وأخذ جوائز كتيرة وتصفيق حاد بقى الفيلم يخلص يعني أنا ما كنتش عارفة حطيلكوا إيه ولا إيه الفيلم يخلص تصفيق حاد وناس وقفة وعمالين يسقفوا عشر دقايق والممثلين والمنتجين يحضنوا ويبوسوا بعض وفرح غامر وفخورين جدا بما قدمنا ومعز مسعود بقى من الناس المنتجين الفيلم دا يعني مثلا في أحد المهرجانات ألقى خطبة باللغة الإنجليزية عن الله والإنسانية والمحبة والتعاطف ونصية المظلومين وكان ناقص كمان بقى إيه روح حطت لنا كمان كامفرس الرسالة كده من الكتاب المقدس أحب أعداءكم باركوا لعينيكم حاجة كده يعني تحس أنه القداسة بتشع منها كلام عجيب كل دا علشان خاطر الفيلم دا يتقدم في المهرجانات الكبيرة دي وياخد يعني السوكسي الكبير اللي أخدوا في المهرجانات دي وفجأة حنشوف صورة معز مسعود وحالة شيحة فجأة دي صورة من الفيلم والحقيقة أن الصورة دي قبل ما تغير الصورة دي صورة الأم والابنة أنا عايزة أقول حاجة أن الصورة دي من مشهد هام جدا في الفيلم المشهد الفارق اللي بيخلي الناس بقى بعد كده هتعترض على الفيلم في المشهد دا الأم والبنت قاعدين أمام السجين اللي هو الأب والسجين بيقول لها إحنا لازم نجيب طفل تاني ونشوف بعد كده القصة حتى تطور ستاي بعد كده بقى نشوف يعني معز مسعود بعد كده عمل تصريحات كثيرة وقف جنبه بقى طبعا حالة شيحة زوجته الجديدة الترند الجديد علشان طبعا بيقدموا الفيلم دا لأهداف معينة الله أعلم هي ايه في رسالة معينة في الفيلم دا كانت بتقدم لكن اللي حصل أنه فكرة الفيلم بتتكلم عن الأسرة أو المساجين اللي في السجون الإسرائيلية اللي محكوم عليهم أحكام بسنين طويلة جدا مؤبد وما فوق فطلعوا بحاجة اسمها بدعة بدأت في 2012 البدعة دي اسمها تهريب نطف السجناء وأنا يعني أسفة جدا يعني الكلام حيكون يعني كلمة نطفة دي وأسائل المنوي للسجناء والكلام دا كله هتسمعوه كتير قوي في الحلقة دي وأنا أسفة هي القصة كده فكانوا بيهربوا السائل المنوي للسجناء الفلسطينيين ويبعثوه للأمهات أو زوجاتهم يعني والزوجة تحمل بطفل عن طريق الحقن المجهاري أو المهبالي أو اللي هما بيسموهم أطفال الأنابيب أنا عايزة أنوه أنه أولا الحلقة دي ليس لها علاقة بالوضع السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين وأنا مش حركز على دا خالص وما تفهموش أن أنا بتكلم على السجناء بطريقة سلبية أو الإسرائيلين بطريقة سلبية مش دي الفكرة لكن أنا هتكلم هنا عن ظاهرة اجتماعية غريبة جدا وقدت إلى قلق في المجتمع في إسرائيل إذا كان في ناحية العرب أو في ناحية الإسرائيليين وقدت إلى تشويش في حياة عائلات كثيرة وقدت إلى يعني العديد من الأطفال اللي مثلا ما يقدروش يسجلوا أسماءهم أو يضطروا أن هم يسجلون بإسم حد تاني غير الأب ويعني فيها تفاصيل يعني كثيرة حنتساءل عنها مع بعض ونطرح الموضوع ونشوف يعني إيه الفايدة إيه الهدف إيه اللي أنتوا قدمتوه بالظاهرة الاجتماعية الغريبة دي السجناء يهربوا السائل المنوي وبعدين يعملوا الحقن المهجاري وتفضل المجهاري وتفضل الأم يعيني أو الست فيه معاناة لحد ما يحصل حمل من 2012 لحد النهاردة بيقولوا أنه فيه 96 طفل أو البعض بيقول أنه فيه 100 طفل نتيجة للظاهرة اللي بيعملوها دي أو تهريب السائل المنوي دي في بعض الفيديوهات اللي بتتكلم على الموضوع ده بتلاقي أنه بعض الأسرة أو السجناء وبعض أهليهم يقولوا أنه العمل اللي احنا بديعمله ده هو تحدي الأسير للسجان في الحلقة دي هنسمع عبارات رنانة كبيرة وكبيرة جدا ولكنها كلها خاوية من المعنى ما معنى هذا التحدي إيه اللي أنت يعني الناتج عنده إيه حياة الأطفال دول إيه؟ حياة الأم اللي بتربي الأطفال دول من غير الأب ومن غير تعديد ومن غير حد يكون معاها ليل ونهار يشيل معاها الحمل ويربي معاها ده إيه؟ في النهاية هتكون إيه؟ تحدي الأسير للسجان سؤال كبير عبارة رنانة يعني مش عارفة نتائج هذا التحدي إيه؟ خليني أرجع ليه الفيلم ده عمل مشكلة؟ في الفيلم الكاتب عمل القصة مأخوذة من فكرة تهريب السائل المنوي وبيحصل أنه الأم اللي هي قادة على اليمين دي بتعمل العملية دي وبتكون النتيجة بنتها والبنت بتبقى يعني متربية متحمسة جدا للرسالة اللي لازم تحملها عن أبوها الأسير والظلم اللي هو وقع فيه والكلام ده كله وبيحصل اللقاء ده بقى بينها وبين الزوج وبين البنت وبيقول لها أنا حبعت لكم هدية تانية بيسموها هدية عاطية معرفش بقى وجال وقت إنه يبقى البنت لها أخت لما بيعملوا كده وبيروحوا علشان يعملوا نفس عملية الزرع للأطفال دي بيكتشفوا إنه الأب عقيم والفيلم بقى بيقدم لنا حبكة درامية جديدة هي الحقيقة هدفها إنها تعدد فكرة تعديد فلسطين أو القضية الفلسطينية لكن في الحبكة السينمائية دي بيطلع إنه الأب عقيم وإنه البنت نتيجة إنه السجان هو بدل السائل المنوي وبقت البنت بنت السجان الإسرائيلي مش بنت السجين الفلسطيني فطبعا دي صدمة للناس في آخر الفيلم البنت بتختار إنها تفضل تعدد القضية الفلسطينية ما علينا الاعتراض على الفيلم وعلى فكرة الفيلم جه من ناحية إنه ده بيضع تشكيك في نزاهة الأمهات ونسب الأطفال ومعاناة الأباء اللي موجودين في السجون فاضطروا إنه هم تحت الضغط يوقفوا عرض الفيلم بتسأل أنا ليه الفيلم ده في كل المهرجانات اللي قبل كده اتعرض وكان فيه تصفيق حاد وكان فيه تعديد كبير وكلام من ده لكن لما راح الأسكر الأمريكاني ليه قفلوه؟ ليه شلوه؟ لأنه كان حيقدم صورة ينظر لها العالم المتحضر ويضع تساؤلات كبيرة على حياة هؤلاء الأطفال حيتربوا فين؟ ويتحولوا لإيه؟ وإيه الأهداف من الكلام ده؟ على عموم ما علينا خلينا نركز في فكرة بدعة تهريب نطف المساجين دي وإزاي بتدت؟ خلينا نسمعها من الطبيب اللي بيعمل في هذا المجال وغالبا هو اللي بيتلقى معظم الهدايا اللي بيبعثوها الأسرة من السجون خلينا نشوف فكرة تهريب النطف هي تلقت داخل الحركة الأسيرة داخل السجون عندما كانت هناك قيادات في الحركة الأسيرة تركت نساء وزوجات بأعمار التلاتينات ومنهم من تزوج وبعد الزواج بفترة بسيطة تقريبا شهر أو شهرين أو أسبوعين تم اعتقاله فتبلرت الفكرة أن يقوموا بهذه العملية على أساس أنه تبقى الحياة متواصلة تبقى الحياة متواصلة وبعدين يقول لك علشان خطر الأسرة والكلام من ده الكلام اللي تقال في الأقل من 30 ثانية ده يا جماعة كلام مهمة الفكرة طلعت علشان الأزواج تم اعتقالهم بعد مدة قليلة من الزواج يعني معظم هؤلاء اتجوزوا وهما بيعملوا عمليات انتحارية ودخلين في المقاومة ومعظمهم منتسبين لحماس والكلام ده كله فدول أصلا وهما بيتجوزوا ما كانوش عاملين حسابهم انه فيه ستة حتترمل ولا ممكن عيل يتيتم او انه على كثرة عدد على حسب ما يقوله يعني انه كثرة عدد الستات اللي بيعودوا من غير أزواج بعد ما أزواجهم يعتقلوا او يقصروا زي ما بيقولوا او يسجنوا والكلام ده كله دي يعني المفروض انه لو انت عايز تناضل طب يعني ما تناضل انت عايز تحط حياتك للنضال حط حياتك للنضال لكن انت من الأصل لا تفهم معنى الأسرة دول اعتقلوا بعد أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة سنة بتاع من الجواز اصلا هم ماشيين في خط يضع الأسرة كلها في يعني خطر فإيه اللي يخليني انا يعني اقول انه هذا الرجل يريد ان يرتب لأسرة ممكن حد يعتني بيها ازاي وازاي تكون أسرة بضلع واحد يعني الست قعدة برة ما عندهاش اي حاجة تعملها غير انها تنتظر هذا الأسير انه يطلع وتبقى حياتها كلها يعني مليئة بالألام والوحدة والمرار وكده الدكتور قال حاجة مهمة برضو قوي قال انه الستات دول على مجوزهم يطلعوا حيبوا عندهم 30-40 سنة وده يعني يعني بعد كده هيخلفوا ازاي في حاجة حصلت احد التعليقات اللي ذكرت يعني بيقولوا كده انه في احد السجنات بيقول انه ليه في المعتقلات او في السجون الاسرائيلية بيسمحوا للمساجين انه يكون ليهم لقاء بزوجتهم لكن ما بيعملوش كده في السجون الاسرى الفلسطينيين الحقيقة انه انا سألت في الموضوع ده هل ده حقيقي؟ اه ده حقيقي ده بيحصل فعلا ولكن وده مش بيحصل في اسرائيل بس يعني انا اكتشفت ان ده بيحصل في عدة دول اخرى خليني يركز على ليه ده ما بيحصلش لهؤلاء الاسرى كما يقولون لان الناس دي المحكومة عليها بالمؤبد دي دول اسرى سياسيين سجناء اسمهم سجناء سياسيين اعتقلوا لاعمال ارهابية ينتموا الى منظمة ارهابية العديد من المنظمات الارهابية الحقيقة انا بتكلم عن حماس بالتحديد مثلا وفروعها معظم الناس دي ينتموا الى المنظمات دي فاحنا عارفين الناتج من هذه المنظمات فاين كان السجين اذا كان اسرائيلي ولا اذا كان فلسطيني اذا كان مسجون في قضية سياسية لا يسمح له ان ده يحصل فحتة انه كل حاجة نرميهش معنا احنا دي يعني فتفتق ذهنهم الى انهم يعملوا التهريب النطف ده الفكرة بقى انت هتعمل كده وانت عارف انه انت قدامك لسه 15 سنة على بال ما تطلع الطفل ده 15 سنة ولا 20 سنة هيتربى من غيرك بيتربى ازاي مثلو الاعلى ايه هل ده انت بتخلف طفل كده عشان يبقى علامة وتقول ده سفير للحرية ازاي هو سفير للحرية ده اسير للسيرة المؤلمة اللي حيفضل عايشها طول عمره شفنا في فيديوهات يعني الستة وهي بتولد بقى عملولها التلقيح ده الاعلى بقى والجران والجران والزغريت والكلام ده كله والطفل يستقبل على انه ابن الاسير وشايل صورة ابوه لكن واقعيا كيف يعيش هذا الطفل ماذا يفهم هذا الطفل بيتربى على ايه هذا الطفل هنشوف بيتربى على ايه هذا الطفل خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده لانه منهم من حكم باحكام عالية جدا مؤبدات ما تسمى فالنساء في سن انجاب لعمر الاربين فكان عنده خروجهم من السجن مثلا سواء بعمليات تبادل او بانتهام حكومياتهم العالية فكانت الزوجة بعمر الاربعين او فوق الاربعين فهذا السن هي غير قادرة على الانجاب فهي انتظرتوا وعانت وتحملت ويلات السجون من اجل الصبر على زوجها وفي النهاية سيتم خلق مشكلة اجتماعية فتمت مناقشة هذا الموضوع داخل السجون وتوصلوا الى عملية تهريب النطف من اجل استمرار الحياة الاسرية مش كانوا الاولى تناقشوا يعني احتياجات اسركم قبل ما تعملوا الاعمال دي علشان خاطر تتركوهم كده بلا سند الحقيقة يعني من المعروف انه النساء الفلسطينيات من اقوى النساء الموجودين في العالم العربي وانهم عندهم اسرار وعندهم وفاء وبينتظروا ازواجهم وبيربوا اولادهم وبيشقوا عليهم وعندهم هذا الاحتمال لكن الناتج انها امرأة عايشة بقلم ممتد وحيدة عليها حمل بتربي عيال اذا كان عندها عيال من الزوج ده قبل ما يتسجن ولا لأ وعايشة لهؤلاء وعلى ما يطلع الزوج تكون خلاص بقى ايه اتهدت وهو تهده لكن الدكتور قال حاجة هنا مهمة قوي قال للناس دي اللي محكوم عليهم الاحكام بيخرجوا يلاقوا الزوجة بقى عندها 40 سنة يعني مش هتخلف فهنا بقى تم مناشط الموضوع حتى يتفادوا مشاكل اجتماعية ايه بقى المشاكل الاجتماعية دي السؤال احنا عندنا مشاكل كبيرة يا جماعة في العالم العربي والاسلامي النظرة لان الزوجة ينتهي دورها ان لم تكن يعني تستطيع انها تنجب اطفال الست اللي تقعد تستناك 40 سنة وانت عايز تطلع طبعا يعني لو انت اكبر منها بعشر سنين ولا عشرين سنة حتى برضو وتبقى عايز تتغلف فعايز تطلع تتجاوز واحدة ثانية صغيرة عشان تخلف لك عشان يبقى لها يعني يبقى لك مدد عشان انتو تعلمتوا في هذا العالم انه الانتشار الاسلامي بالعدد بكتر الاطفال يعني اللي بيربي اللي بيخلف ده بيخلف علشان يكون له جنود عشان يكون في عدد من الرجال يشيل بقى رسالة الجهاد مرة تانية الكلام اللي قاله الطبيب ده بيدل على انه المشاكل الاجتماعية اللي هما بيعشوها في المجتمع ده ان الست تستنى والرجل يطلع يتجاوز واحدة صغيرة تخلف له وهي تبقى عرف يعني فبيتفادوا هذه المشاكل بانهم يشيلوها حمل تربية اطفال وهي لوحدها المجتمع بيشيل معها لكنها برضو لوحدها حتى لو المجتمع بيشيل معها برضو هي لوحدها وبردو هؤلاء الاطفال محتاجين لأب يحب ويربي ويعلم لكن هذا الأب يرسل رسائل من السجن بتربي وتعلم ايه الكراهية للغير بيقولك الدكتور ايه استمرار الحياة الأسرية هما عملوا كده علشان استمرار الحياة الأسرية ازاي استمرار للحياة الأسرية وهو في السجن اين يعني فين هو هذا الأب اللي بيرسل مرسال يعمل بيبي اين هو في حياة هؤلاء ونقول ان دي تسمى حياة أسرية اعتراضي الكبير على الأمور دي اننا لا نفهم ما معنى الحياة الأسرية الترابط البناء التعديد تربية أسرة صلحة للمجتمع لكن احنا بنعمل تفريخ لأفكار إرهابية سامة وأطفال يطلعوا مليانين بالغضب على المجتمع اللي حواليهم كان من غير ما يبقوا هم عارفين هم غضبانين ليه كان بالأولى اننا نبتدي نبص للمجتمع اللي حوالينا ونقول نصلح سياسيا ازاي نصلح واقعيا ازاي لكن لاننا يعني اتعلمنا ان احنا نعيش حياة القطيع كده في العالم العربي احنا عندنا قيادات إرهابية تقود الناس الى انه هم اللي يموتوا والقيادات هم اللي بقية زي الشيوخ ما بيعملوا يبعتوك هم تجاهد انت وهما بس بيدوا الرسالة ويلموا الفلوس وده اللي بيحصل يعني انا اعتبر انه الناس اللي في السجون دي بالرغم من انهم عملوا اعمال ارهابية الا انه هم كمان ضحايا لهذا الاتجاه الفكري المزلم خلينا نشوف بقى في الفيديو اللي بعد كده الدكتور بيحكي انه علشان تحصل حاجة زي كده لازم يتم تحضير المجتمع بتحضر المجتمع ازاي يا دكتور ورينا بقى المجتمع يتم تحضيره بطريقة يعني رائعة جدا لدرجة اول حالة تنطف مهربة عندما احضرت العينة عندما احضرت النطفة من السجن تم حفظها بالمواد الخاصة فيها وتم ابلاغها بان تعلن حتى في مكبرات الصوت في المساجد على اساس انها كانت العينة موجودة ونحن مجتمع محافظ وهذه الامور لا تتقبل عنا نهائيا فهي تم تحضير المجتمع بطريقة رائعة جدا عن طريق مكبرات الصوت عن طريق الاهل عن طريق المعارف عن طريق الاصحاب انها تمت بنجاح تهريب نطفة من السجن وستكون باجراء عملية اطفال انابيب بعد شهر او شهرين او تلاتي عندما تكون الظروف مهيئة من قبل المجتمع ومن قبل المركز ومن قبل المريضة نفسها المجتمع يتم تحضيره بدرجة كيدة جدا وحاجة يعني هو منبار عايز اقول حاجة احنا في المجتمعات الشرقية يعني كل حاجة بنعملها لازم تكون مرتبطة بالشرع والدين والتشريع والحلال والحرام وكده فموضوع اطفال الانبيب ده الشيوخ قفتوا فيه فتاوة كتير جدا وفي بينهم اللي موافق وفي بينهم اللي مش موافق وحقراركم بعض الفتاوة دلوقتي من الشيوخ دي لكن سواء هنحط الناحية الشرعية والتشريع على جنب وهنتكلم فيها لكن عايز اتكلم من الناحية الاجتماعية احنا في مجتمعات شرقية الشرف فيها تقتل فيه البنت لانها خرجت من البيت من غير اذن ابوها ولا جزء فانك تضع امرأة في يعني تحت الضغط ده انها تحمل وجوزها مش موجود تفضل برضو مهما كانت محل شك وقولك احنا مجتمعات محافظة يعني احنا مجتمعات محافظة بس ما عندناش مانع انه انه نقول للست انتي لازم تبلغي المجتمع كله وتطلعي كده وتقولي حتى في مكبرات الصوت انه جات لنا عينة من الاسير الفلاني ومراته فلانة الفلانية هيحصل لها حقن وزرع اطفال يا جماعة ده احنا يعني سامحوني في الكلمة اما حد بيقول عادة النساء الشهرية الست تحمره وتخضره ورجل يقول محادش يتكلم كده ونقولك لا حياة في الدين وكل حاجة بس مجتمعنا لا يقبل الكلام في الحاجات دي اذا كان مجتمع الاسلامي لا يقبل انه الست عالجها دكتور راجل دي بقى نحطها في عربية ونمشي بمكبرات الصوت جي في ذهني كده اما في القرى يحطوا عربية نقل وعليها مكبر صوت ويعودوا بقى يقولوا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني عنده حفل الطهور الاسبوع او عيلتي او حاجة سيكده انا مش بضحك انا اسفة يعني بس حد فكر في الست دي ازاي بيتم التشهير بيها بالشكل دي احنا صنع ناس محافظة انت ناس محافظة بس انت الحقيقة يعني الواقع ان هي بيشهر بيها بس شرف الراجل هو اللي لازم يتحمي نجيب بقى الناس تمدي وتبقى اخواتها واخواته الجيران ومش عارف ايه والناس تبقى واقفة شاهدة والناس بتتفرج عليها يعني الناس ما بتعمل حاجة زي كده كعيلة مثلا حد يكون عنده مشكلة صحية وبيعملها ما بيروحش يعمل اعلانات يعني يقولك ونقول للناس كلها وفي الجوامع انه سيتم تلقيح هذه السيدة ايه الوضع ده من اين قتى هذا الفكر ازاي وليه بقى الجوامع هي اللي تعلن عشان لازم وفقة الدين عشان لازم سلطة الدين هي اللي تغطي ده قضية الاسرة داخل فيها ايه الدين هما بيعملوا كده ليه برضو جهاد باجل الاسلام والدين حماس منظمة ارهابية اسلامية يقود الناس بالدين سيئنهم بالدين عندنا مكالمة اه اوكي واحد اوكي طيب يعني الحقيقة ان احنا لازم اما نكون بنتكلم على القضايا العامة دي لازم ننظر بعين الفهم والتعمق والرحمة للناس اللي عايشين هذه الامور خلينا نشوف قصة واحدة منهم وهي كانت من اه من اوائل الناس اللي عملوا عملية الزرع دي نشوف قصة اله اه اه اشرف الصفا دي ومراته اشرف الصفا دي عمره تلاتة واربعين سنة محكوم واحد عشرين سنة بس انا اتفاجأت يعني في حكمه ما كنت يعني كنت يعني كنت عروس ولما نعتقلوا هم طبعا خطفوا خطف يعني ما اجوا له على البيت بس ما كنتش يعني حطة الواحد عشرين سنة الصراحة قلت خلص يعني تلت اربع سنين وبعده بس لا من اخذوا الواحد عشرين كانت صدمة اليه طبعا الحقيقة انه اما بتقول انه اما تحكم عليه واحد وعشرين سنة هي تصدمت طبعا الدليل انه تحكم عليه واحد وعشرين سنة ده بيقول انه هو عمل ارهابي لازم يعاقب عليه المدة دي يعني مش اتخانق مع ظابط مثلا ولا رمى توبه على عسكري اسرائيلي لا ده اكيد في عمل ارهابي هو السجن من اجله وتقولك خطفوه خطف من السوق طيب ما هو اذا كان عمل للعمل ده وتحكم عليه يعني هما قبضوا عليه في السوق مش خطفوه خطف يعني وفي مشكلة هذا الرجل واضح انه هو اكبر منها سنة كتير فخلينا نشوف هي بقى من اوائل الناس اللي اتقلها ازاي تقدر تعمل العملية دي ويعملوا عملية التهريب ازاي ونشوف رأيها ورأي جزءها الحقيقة كان ايه نشوف الفيديو اللي بعد كبه اولها كان في رفض منه ومنه كنا يعني يحكي في الموضوع بس مش متشجعين له كتير بعدين الفجأة واحدة معرفتش يعني طلعت عزيارته له بحكي لي اني طلعت لك شغلات يعني مع الزرف الحسنات والبي طلع لنا وتفاجأت المفاجأة كانت يعني كتير عليه اخدتها واتصلت على مركز رزان واستنوني يعني لحد ما وصلت من السجن ودخلت عليهم طبعا صوروا العينة اللي طلع فيها وصوروا ومضينا عوراء طبعا مع سلافي وإخوتي ندحتهم قبل لا أوصل شفتوا ازاي انه يعني حتى القرار ما كانش قرارها هي وجوزها على فكرة يعني هما الاتنين كانوا قلقانين من الموضوع مش موافقين على الموضوع لكن كان فيه تصميم لان دي تبقى حملة ما بين بقى التحدي ما بين الاسير والسجان زي ما بيسموها بعد كده اللي بتتعرض لي الستات دول علشان يمروا بإلى انه هما يوصلوا لعملية الحقن دي ويبقى فعلا في حمله وفي بيبي الحقيقة حاجات كتيرة جدا انها لازم تجيب اهله واهلها ويمضوا على ورق ويتعاهدوا ان هما شاهدين انه العينة اللي جات من السجين جات بالشكل ده وعن طريق فلان وفلان الفلاني ويصوروها زي ما هي ويحفظوها وبعدين يقولوا احنا هنعمل الحقن في الوقت يعني الفلاني في ناس يعني الحقيقة قال التعبيرات بيحاولوا يكبروا العمل ويقولوا ان ده عمل جهادي وطني شريف بيتعامل انا الحقيقة مش ادرى افهمه انا مش ادرى افهمه ده بيتعامل ليه علشان خاطر الامهات ولا هي رسالة للإسرائيليين مثلا احد الاشخاص في الفيديوهات دي بيقول كده الدكتور الحقيقة بيقول هؤلاء يحاربون الاحتلال بالاطفال دول لازم نقف كمجتمع عندما يتحدث طبيب متعلم يعني المفروض انه وصل الى درجة من التعليم طبيب ينظر الى الانسان كأنه اداة حرب الطفل ده اداة حرب للاحتلال وبما انها عبارة رنانة كبيرة الناس تقولك الله بقى ايه ده ويسقفوله انت بتقول يعني يا ازاي بقى تفتق لذهنهم ده ودي تبقى حاجة كويسة قوي انهم يستخدموا هؤلاء الاطفال يحاربون الاحتلال بالاطفال ايه ده نظرتنا لهؤلاء الاطفال في المستقبل والان ايه والضبط له ايه المستقبله لكن انت ده يعني انا في نظري ده نسميه عملية تفريخ ارهابيين لان الناتج عنده هيكون اطفال مشوهة نفسيا وتعبانة نفسيا الام دي بتقول في جزء تاني من الانتربيو بتقول انه ابنها بيطلع مع الاطفال وهما بيلعبوا في الشارع والاطفال اللي حواليه ينادوا على ابوهم بابا بابا فهو كمان ينادي بابا بس هو مش عارف بابا فين لحد ما الطفل ابتدى يتعلم انه بيعرف بابا اللي في الصورة وبابا اللي في الصورة بما انه سجين فلو في الشارع الفلاني صورة متعلقة فلما يعد يقولك اه ده بابا بس هو ده كل اللي يعرفه عن بابا وده كل اللي يعني قدامه يمكن سنين على ما يشوف بابا لانه بعض الاطفال دول لا يسمح ليهم بالزيارة لانهم مش مكتوبين باسم الاب يعني المشاكل كثيرة وكبيرة للاطفال دول اللي يقدر يتوسط ويدخل الطفل دي حاجة واللي مش هيقدر ممكن الاطفال دول ما يشوفوش الاباء الا مرتين تلاتة في عمرهم ويفضل جواه انه انا لازم انتقم لابوي انا لازم اطلع زي ابوي لكن برضو يعني لازم نرجع بقى للضوابط اللي بتحكم المجتمع فكرة هو الدين بيقول ايه ينفع الكلام ده ولا لا يصلح هذا الكلام فبيسأل حد كده في مسألة النطفة المحررة بيقولوا انه النطفة دي اللي بتطلع من عند السجاء المسجون بيسموها النطفة المحررة علشان كده بتعمل اطفال حرية او سفراء حرية فعايزين بقى نعرف الفتوى الشرعية في مسألة النطفة المحررة خلينا نسمع كده جزء من فتوى لاحد الشيوخ في هذا العمر فانه يجوز للاسير ان يهرب النطفة ومن حقه ان ينجب كما من حقه ان يكون حرا بين اهله وذويه ولكن لا بد من ضوابط شديدة وضوابط مهمة جدا يجب على الاسير ان يحتاط لها وعلى الناقل ايضا ان يحتاط لها منها مثلا ان يكون الناقل امينا وان لا يحمل الا نطفة واحدة نطفة لكل مواطن هي نطفة واحدة لكل واحدة كل واحد يخرج بنطفة واحدة انا اسفة الكلام يعني لماذا يتدخل الدين في الامور دي لان الهدف من وراء تفريخ هؤلاء الاطفال من خلال ماكينات التفريخ الانسانية اللي هي النساء في العالم كله في العالم الاسلامي كله ينظر لهم على انهم مكن التفريخ والناتج من هؤلاء هم نصرة للاسلام هم الشعوب بقى العدد اللي الاسلام عايزه هو التحدي اللي الاسلام عايزه يعني ليه يتدخل الدين في ده ما هو لو المسألة انه انا عندي حرب بيني وبين واحد انا رأيي انه محتلني مثلا انا عندي حرب سياسية لكن يتدخل الدين ليه طيب انا عندي احتياج انساني انه انا محتاج انه يكون ليه ابن ولقينا طريقة نعملها بيها قانونية يتدخل الدين ليه سو انا عايز اقول لكم انه الدين هنا بيتدخل سواء كانت مسألة الزرع ده سواء كانت النطفة المحررة او اللي هي المهربة يعني من السجناء او اذا كان مسألة زرع اطفال عموما هل ينسب الطفل للزوج ولا لأ طبعا ينسب الطفل للزوج لان احنا عندنا مدام فيه جواز الولد للفراش دي قاعدة فقهية معروفة لكن في مسألة الزرع بقى فيها اسئلة تانية كتير عايز اقرالكم فاتويتين فيهم يعني ايه شوية حاجات نفكر فيها ففي سؤال على اسلام ويب بيقول كده ما حكم الحمل بواسطة الطفل الانبيب وهل يرجوز تلقيح بوايدات الزوجة وحفظ البوايدات الملحقحة في المستشفى للحمل في المستقبل بمشيئة الله ده مهم ليه بقى لانه الدكتور لما بيجي له النطف المحررة دي بيعمل منها مجموعة فيستخدموهم واحدة واحدة علشان ممكن يبقى فرصة الحمل مرتين او تلاتة وممكن يزرعوا اكتر من واحدة فيبقى عندها توقم وهكذا فالكلام ده مهم والمهم يعني السؤال ده حلال ولا حرام فالرد بقى بيقول انه الحمل بواسطة التلقيح الصناعي اما بما يسمى بطفل الانبيب ليه صور متعددة ويقعد بقى يشرح لنا ايه الصور دي وايه الحلال وايه الحرام فيها فانه ممكن ده يتعمل اذا وضعت في انبوبة اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بوايدة زوجته في وعاء الاختبار فلازم يكونوا طبعا متجاوزين دي صورة اجازها علماء الاسلام لازم يكونوا متجاوزين ولازم يكون لها الضوابط العلمية في مختبر وهكذا دي مفيش فيها مشكلة حطت بقى ايه اه شروط يجب ورعاتها طيب خليني اخد مكالمة مين معي سلام المسيح اخرامي اهلا بيك معك الاخرامي كيفك يا اختنا اماني سلام انا بعرفك طبعا ماما زكريت اهلا بيك اخرام انا امان في يسوع من عشر سنوات حابية قلبنا هاللويا المجد للرب وانا عايش حياة تعفل المسيحية منا دين مسيحية حياة فانا عايش حياة مسيحية وبشكر ربنا يعني هاي نعمة المجد للرب انا بحس حالي محزوز وانا فرحان شفتك اماني سري زمان بتعرف ان لما واحد وصل الى الايمان واخد المعمودية واخد كل شي من ربنا يسوع مثل كأنه تركهم انه انا خلص بكنات الحياة ووصلت لي الرسالة وخلص بعيدة غلط شرف لينا ان هنا نكون جزء من اختبارك صدقني ربنا يباركك شرف لينا اماني انت كنت من اللي يوصلوني للإيمان ربنا يبارك هو الرب يبارك كل الكنات الحياة امين بين خلالك من رب بيستخدمنا ربنا يباركك احنا لدينا خدام مباركين صلي للكنات الحياة وقال له يا ربنا يعطيكم اكتر واكتر 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 واحميكم اكتر واكتر باسم يسوع المسيح الحياة شكرا كنا باركك اماني حبيب شكرا اللي باركك الله يسلم عندك تحية للاخ رشيد الاخ وحيد الاخ وحيد هو اللي عمدني يا اماني او واو المجد للرب دي لا لازم نبعات له رسالة ايه الاخ وحيد هو اللي وصلني للمعمودية كناس لبنانية ترى ما رفضتني كناس مصرية رفضتني يعني بتعرف الخوف هو اللي عمدني وصلني للمعمودية فاتعمدت بالكنيسة المصرية الرب يبارك الاخ وحيد ويبارك عمله وعلى فكرة من خلال الرسالة دي احنا بنقول انه ده جزء من خدمتنا يا جماعة مش خدمتنا بس الكلمة لكن جزء من خدمتنا اننا نقدم ما بعد ذلك فاللي بيتصلوا بينا بنقدر نوصلهم لناس تتلمز وناس تعمد لانه من المهم انه حياتكو تكون مرتبطة بالرب بارتباط شخصي وحقيقي انا على فكرة ما يزعلنيش يا رامي ان انت تقول انه انت خدت طريقك مع الرب ومش تتفرج كتير لانه احنا عايزينك تبقى واخد طريقك مع الرب وتكون خادم للرب ايضا امين الرب يباركك اخويا شكرا رب يباركك اماني رب يحميك شكرا اكي الى اللقاء شكرك رب ده الكل لمجد اسم الرب نشكر ربنا من اجل الشهادة دي خليني نرجع بقى لموضوع ايه الشروط الشرعية اللي لازم تتوفر علشان يكون يعني ايه الشيخ يقولك هذا يا جوز يقولك ان لازم نراعي ان انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل لها شرعا وبين وبينها الاتصال الجنسي لا يجوز باي حال من الاحوال الا لغرض مشروع يعتبر الشرع مبيحا لهذا الانكشاف فهم بيعتبروا انه يعني التلقيح الصناعي هو نوع من الانكشاف اللي ممكن يكون محرم الا اذا كان ليه غرض طبي ده مش انكشاف جنسي ده يعني ما هيش علاقة جنسية يا جماعة المفهوم انه المرأة تستخدم للاهداف الجنسية وتفريخ البني ادمين دي مفهوم لازم يتغير يعني وتعامل الطبيب مع المرأة مش تعامل جنسي ده طبيب لكن في الفتوى الشرعية نجد انه يستحسن انها تكون امرأة وانه يعني ان لم يكن الاحتياج للمرأة شديد للعلاج يبقى بلها احسن يعني يعني نظرة غريبة جدا ويقولك كده انه انكشاف المرأة على غير من يحل لها وبينه وبينه الاتصال الجنسي مباح لغرض مشروع يجب ان يكون المعالج امرأة مسلمة اذا امكن تأكيد مرة اخرى وانه لا يجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها الا بحضور زوجها او امرأة اخرى هل يعني توفر هذه الشروط هو يجعل ده حلال ام حرام ام انه من الاصل يعني ده نوع من انواع العلاج في حالتنا هي علاج موقف اجتماعي هم عايزين يطوروه بالشكل ده يعني هم عايزين يستغلوه بالشكل ده لا تجد حرج عند شيوخ الاسلام في انه هم يقولك على طول من غير اي يعني من غير اي ضوابط لا حلال حلال اعملوا اعملوا تلقيح صناعي ما فيش مشكلة مدام ده حيدينا شوية عيال اكتر حاجة غريبة جدا بس ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش زنة خليني أقرأ لكم بيقول كده ثبوت النسب في موضوع الزرع الأطفال ده يثبت النسب إذا كان بين الزوجين أما إن كان بغير ماء الزوج فهو في حكم الزنة فمفعش أنه واحدة تلقح بسائل منوي غير الزوج لأنه ولد لأنه يعني ما نفعش ده حرام يكون في حكم الزنة من حيث نسب المولود لأمه أما بالنسبة إلى الزوج فإن كان بغير علمه أو قلها تاني فإن كان هذا التلقيح بغير علمه ينسب له لأنه ولد على فراشه تطبيقا للحديث الولد للفراش وإن كده بيقولك إذا التلقيح حصل بغير استقل منوي للزوج والزوج مش عارف ماشي مدام أنا مش عارف ماشي كل حاجة من ورايا ماشي أنا أسألكو الدين بيقول إيه هنا الدين بيقول آه لأنه ينسب لي مدام الولد للفراش حسب التشريع الإسلامي أما إذا كان الراجل عارف وقيل وهو باختياره فإنه ده لا ينسب لي إلا إذا أقرر هو واعترف بقى وقال لك برضو يعني هو أنا عارف بس هقول إنه ده ابني فهنا بقى ممكن يعترف بيه آه باللعان ولكن يفضله إنه لا ينسب ليه عقابا ليه لخبطة كتيرة لأن لأن الدين لازم يتدخل في كل أمور تفاصيل الحياة الإنسانية وكأنه الناس دي لا هتعرف تاكل ولا تشرب ولا تعمل علاقات ولا تنظف نفسها إلا إذا كانت يعني الفتاوى اللي تقودهم في كل اتجاه لكن عندما تكون الفتوى في مصلحة المشرع الإسلامي تطلع بسرعة كده لكن عندما تكون الفتوى غير منطقية أصلا وإحنا مضطرين إن إحنا نعيش بيها ده يخلينا نبقى عندنا تساؤل إحنا عايشين حياة فاهمين فيها أهدفنا الحقيقية ولا عايشين حسب قيادة القيادات الدينية والسياسية عايز أقول لكم بعض الحاجات الجمل اللي قيلت في عن وصف موضوع نطف السجناء دول بيقولوا إن العملية دي عملية تهريب نطف السجناء النطف المحررة بيقولوا عليها إنها حالة نضال استثنائية أنا مش عارفة حالة نضال استثنائية تهريب نطف السجناء هي حالة نضال استثنائية ناتج هذه حالات النضال الاستثنائية أطفال إنسان يولد في مجتمع هو مش عارف هدفه في الحياة ولكن سيوجه إلى فكرة المرارة والإرهاب والحياة المرة اللي هيعيشها بعد كده واحد بقى قال لك يعني الجملة كده خلتني أنا مش عارفة أنها هقولها وأنا يعني مش عارفة أقولها لأنها مضحكة جدا مع أنها عبارة للنانة يعني يقولك إيه إنها معركة النطف تجد طريقها من غياهب السجون إلى طريق النور يعني يعني تحس إنه عنوان برنامج مثلا سلوجن كده يتحط إنها معركة النطف تجد طريقها من غياهب السجون إلى طريق النور أي نور أي نور يا جماعة أين النور في حيات هؤلاء الأطفال هل الأطفال دي هيكونوا نور لمجتمعهم هيتعلموا منين هيشربوا إيه عايزة أقولك امرأة أنا يعني شاهدت فيديوهات كتيرة جدا عن الموضوع ده والحقيقة اتأثرت وبكيت مع الستات اللي هي بقت مرات السجين بقت مرات المناضل فعايشة في البيت إذا كانت مع أسرتها أو مع أسرت جزها هي عايشة موحودة لو اطلقت هينظر عليها أنها خينة ولو رفضت أن ده يحصل لها هينظر ليها أنها برضو مش هتقوم بدورها ولما يخرج السجين ده ممكن يرميها لأنها كبرت أو يتجوز عليها يعني الحياة دي فلما بيجي لها الطفل ده وتحس اهتمام المجتمع فالستة اللي تكلمنا معاها دي بتقول لك اللي شفناها بتقول إيه أنا حسيتا يعني كل دلعني أما الولد ده جي يعني طبعا الكل دلعها لأنها كانت يعني بداية الطريق بداية الحكاية لكن بعد شوية الدنيا بتتفضل وتفضل الستة دي برضو لوحدها بكيت معاهم لأن أنا متأكدة أن مرارة الوحدة في تربية أولادهم وفي الحياة اللي هم عايشينها لا ينظر إليها من المجتمع بيعني بواقعية هما بس بينفخوا فيها وبينفخوا في الأطفال دول فينتج أطفال قلوبهم مليانة بالمرارة بيقول لك إيه استطاع الفلسطيني أن يحقق انتصارات في هذه المعركة انتصارات عملت 100 طفل مع معاناة عائلات كثيرة مع كسر قوانين كثيرة مع قصة بلا أهداف أنا مش فهمة إيه الهدف الهدف أنه إحنا عايزين أعداد من الناس الناس في العالم المتقدم لا تهتم بالأعداد الكبيرة لكن إحنا أسلوبنا في الإسلام أنه الإسلام عايز عدد الرسالة المحمدية تناكحوا لإني مباهن بكم الأمم مش كده لكن إحنا عندنا العدد في اللمون لإنه بصراحة أعداد الأطفال وأعداد الناس اللي موجودة ما بيتعلموش يعيشوا حياة مفيدة للمجتمع الناس بره تربي الأطفال علشان يعيشوا مفيدين لمجتمعهم منتجين في مجتمعهم إحنا بنستغل الأطفال بالطريقة دي عايز أقول لكم حاجة الانتصارات اللي عملها حماس يعني في المجتمع ده بيستخدموا فيها الأطفال بيقولك إيه؟ حماس تحول المساجد إلى مراكز لتجنيد الأطفال شايفين؟ دي صورة حقيقية دي صورة وقعية لما يكون بقى ابن الأسير واحد من دول أو يكون تلاتة أربعة منهم أولاد الأسير يعني دول حيتشبعوا إيه؟ من الناس اللي بيعلموهم بيتعلموا إيه؟ بيتعلموا الكراهية للمجتمع اللي حواليهم بتؤجج مشاعرهم إنه أهليكم في السجون وإن أنتم اللي هتكونوا حامل القنبلة القادمة حامل الرشاش القادم إنت اللي هتقود شايفين؟ مراكز لتدريب الأطفال دي مراكز لتدريب الأطفال موجودة الأطفال غير مجبرين إن هم يحضروها أنا بقول لكم التقرير اللي مكتوب لكن بيدرب الطفل على حامل البندقية منه هو يعني من نعومة الظافره ليه؟ علمتوا إيه الأول؟ درستوا إيه؟ إديتوا إيه؟ يعني لما تبص للأطفال دول تحس إنه دول أطفال معتنى بيهم؟ ولا أطفال بيؤدلجوا؟ إيه الفرق بين دول وبين الأطفال اللي أدلجتهم داعش؟ فأصبحوا قتلة إيه الفرق؟ ما الفخر في أن يحمل طفل زي الطفل ده ببندقية وملفوف بحاجات هو مش فاهمها وحماس والنصر للأبطال ووفاء الأحرار وكلام ده كله من المستفيد؟ الأب ده ده حية والطفل ده ده حية في مقدمة الصفوف هتلاقي إنه كل القادة الكبار اللي موجودين بيستخدموا مين؟ بيستخدموا الأطفال بصوا للمشهد الأطفال دول فاهمين حاجة؟ إلا الحقد والغل والخوف تصنيع هؤلاء الأطفال لأنهم يكونوا محاربين مجاهدين أمام بقى أمام أنه العالم كله المتقدم يعني يوفر كل وسائل الحماية والتربية والراحة والمحبة للأطفال أولاً دي من أوائل وأهم الحاجات اللي بتتعامل في العالم المتقدم عايز أقول لكم بقى معلومة عن إسرائيل إسرائيل يعني اتعمل كده بحث عن الحياة في إسرائيل فمكتوب في البحث ده إنه اتعمل عشرين دولة هم الأفضل لحياة الأسرة كانت إسرائيل هي الدولة الثالثة في الترتيب لأنه في إسرائيل حياة الأسرة بتجد عناية كبيرة جداً بالأسرة بالكامل بالأطفال بالكامل أهم الأمور اللي توفر هي التعليم أولاً في الصدارة التعليم أعلم الطفل ده إزاي؟ ربيه إزاي؟ أعلمه إيه؟ فينتج عنهم أطفال متفوقين وعلماء مشهورين الاهتمام بصحة الأسرة من أفضل الأماكن اللي بيهتموا بها في صحة الأسرة مثلاً من أفضل الأماكن اللي بتلاقي أنه الأسرة ممكن تجد أماكن للترفيه للعيلة كلها قريت حاجة في التقرير ده بيقولوا أنه معروف أنه في إسرائيل تجد أنه الأماكن مفتوحة لأنه الأسرة تروح بأطفالها في كل مكان في الغرب بيبقى فيه أماكن يقولك يعني هنا السن ده للأطفال لأ ما ينفعش الأطفال دائماً مرحب بيهم في كل الأماكن في الدولة دي فهي من أحسن من تالت أحسن دول لحياة الأسرة عموماً علشان كده الناس بيروحوا هناك في يا جماعة الفرق بين أسرة بتطلع طفل ما إحناش عارفين مستقبله إيه وبتطلع طفل عشان تأدلجه يبقى يشيل رسالة أبوه السجين اللي مليئة بالمرارة والألم إلى طفل يطلع يفكر أنا حنتج إيه أنا هطلع اختراع شكله إيه أنا هساعد المجتمع بإيه العالم المتقدم حيستفيد مني بإيه بصوا النهاردة للكورونا وتغلبهم على البندمج اللي إحنا عايشينه والأدوية اللي بيطلعوها والاختراعات اللي بتنتج من هناك الفرق كبير أنا عايز أقول إنه مش لمجرد إن إله الإسلام يؤجج مشاعرك ضد اليهود فإنت لازم تكون أداة في إيه كون أداة في يد الله المحب تنتج محب ربنا يبرككم وإلى اللقاء